هنروح للرماية ويبدو أن هناك نصر آخر للرماية ولكن خارج الميدان في ميدان الانتخابات حزم حسني اللواء حزم حسني رئيس الاتحاد يفوز بعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي والحقيقة ده أنا شايفه مكسب كبير ونصر كبير ليه؟ لأنه أنت زي ما عندك كوادر فنية لازم يكون ليه كوادر إدارية جوه صنع القرار ويكفي مكتب التنفيذي هو مطبخ القرارات في كل الاتحادات طبعا فاز بعد الانتخابات اللي اتعاملت منذ أيام في مدينة شرم الشيخ على هامش بطولة البطولة اللي اتعاملت طبعا في مصر وكسر كسر رئيس للتحاد طبعا صورة اللواء حزم حسني ونسبة كان ضفنا أيضا في برنامج الأبطال وهو اللي بشرنا ننازل الانتخابات وقال لنا إن شاء الله أنه بإذن الله هيكسر مصر ضافت المرة الأولى في التاريخ اجتماعات الاتحاد الدولة الرماية في المرة الأولى للتاريخ نصدريف الانتخابات كانت دايما بتتعامل بر مصر وقدر الإطالي طبعا لسيانو رئيس الاتحاد الدولي بعد حصوله فاز طبعا بعد حصوله على 51% بوينت 71 فاصل 71 عاملت كلم في منافسة شرسة شرسة جدا 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 مع الروس فلدامير على فكرة الروس فلدامير ليسين ده تقريبك الرئيس السابق صح يا جماعة؟ أيوة يعني الرئيس السابق خسر جي رئيس جديد للاتحاد الرماية فاز عليه بواحد لا احنا 51 يعني 1% واحد من 10 في الأصوات فاحنا بنتكلم هنا انه المنافسة كاتشارسة جدا على أرض مصر في مدينة شرمشي والرئيس الجديد أطاح بالرئيس القديم طبعا الإطالي اللوسيانو أطاح برئيس الاتحاد السابق الروسي فلدامير وفاز برئيس الاتحاد زي ما قلت لحضراتكم الاجتماع هذا حصل على هامش البطولة اللي اتعاملت في العاصمة الإدارية في مرمى أو في ميدان الرماية اللي تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية على أعلى مستوى والبطولة كانت تعاملت من 28 حتى 4 ديسمبر النهار ده آخر يوم إن شاء الله وشارك فيها 49 دولة والحقيقة الحلقة اللي كانت مع حازم حسني اتكلمنا عن هذه البطولة هي بطولة كأس رئيس الاتحاد واللي ستضفتها مصر يمكن للمرة الأولى كل التوفيق لأبطالنا في الرماية نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله نتمنى أيضا مديلية العلمية في باريس 20-24